السنوات الماضية ثلاث سنوات الماضية مرت الكويت بظروف استثنائية وانقسم فيها الشعب الكويتي إلى قسمين ووصلت الأمور إلى اتهامات متبادلة بين كثير من التائرات السياسية وبين أفراد الأسرة الحاكمة ووصلت الاتهامات إلى فجور في الخصومة حتى وصلت الاتهامات إلى اتهام المرحوم العام جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد بالتآمن على قلب نظام الحكم وأيضا التعاون مع دول كإسرائيل وإيران وأيضا سرقة أموال الشعب الكويتي وظهرت مقاطع من الفيديو تبين وتوضح التآمر الموجود وانقسم الشارع الكويتي في ذاك الوقت وأنا شخصيا كنت على ثقة أن هذا الكلام غير صحيح ولكن بعد الجلسة السرية التي طبعا تم عرض فيها الأشرطة المفبركة وصلنا إلى قناعة كاملة داخل مجلس الأمة أن من اتهم هذه الشخصيات بالتآمر على قلب نظام الحكم هو من كان يعمل على قلب نظام الحكم وعلى تدمير الكويت واستمرت الاتهانات حتى وصلت إلى أخواننا في السلطة القضائية وتم تصوير وتشويه سمعة بعض القضاء في عملية أنهم استلموا مبالغ ورشاوي إلى أن تفاجئنا بدم بارد ظهور أحمد الفهد وهو يعتذر للشعب الكويتي ويعتذر إلى الشخصيات التي اتهمها بأن ما حصل كان مجرد خطيئة لذلك عندما تسألني الاعتدار ما يكفيك؟ لا بعد اللي حصل يعني سأل سؤال الآن ما مصير الشباب الذين دخلوا السجون ما مصير الآن الذين يتحكمون في قاعات المحاكم والسبب ما شافوا من مقاطع فيديو وبعض الشيكات والتحويلات المزورة لذلك عندما تسألني لمتى تحكم طلال الفهد فطلال الفهد راح يتحكم ويتحكم إذا لم يجد هناك من يوقف عند حده ولم يجد هناك الردع في التعامل مع طلال الفهد وغير طلال فهد خلصنا من موضوع الفيديوهات والاعتذار ودخلنا في موضوع قروب الفنطاس وتم تحويل القضية إلى النيابة اليوم قاعدنا تعامل مع قروب استبل الرياضة الكويتية في دمين الرياضة الكويتية